أستاذ أحمد المفارقة أنت وصفت المناسبة أنه يوم الجيش بمعنى هو يتحدث كرئيس ويقول أنه يوم الجيش بمعنى هناك جيش في إيران حتى الحرس الثوري الإيراني يتصرف الذي كما أشرته أيضا بريطانيا هناك ضغط على رئيس وزراء البريطاني بأن يضعها على قائمة أو لاحة الأرهاب هناك على الأقل في دولة وإن كان فيها ولاية الفقير ونظام الملالي لا أن هناك دولة وجيش بمعنى جيش واحد هذا الجيش الآن يتخذ أدوات أدوات من دول مجاورة يفترض أن أيضا فيها جيش وطني ولا خلاف بذلك السيادة فيه تكون على ابتداد التراب الوطني العراقي ولكن هذه الميليشيات مرة أخرى تطلب رأسه وتحرج كل رئيس وزراء تعاقب على العراق منذ 2003 حتى الآن أين هي السيادة؟ أين هي سيطرة الدولة المركزية؟ أين سيطرة بغداد؟ أين سيطرة حتى رأينا كيف تعاملت دول كثيرة عندما يتعرض أجواءها أو تراب الوطني لإختراقات تكون هناك ربدا تفعل حتى لو كانت تسوفية بمعنى أننا سنرد في الوقت والمكان المناسبين نعلم هذه تماما ولكن عندما تستمر هذه الإختراقات وكأنها مدعاة إلى التدخل مدعاة إلى جلب ردود الأفعال مدعاة إلى عمليات قصف تكابلة لا تتوقف أشرتم حتى بالتسميات نحشون هذا الاسم مطائرة الاستطلاع الإسرائيلية هذه بالعربية تترجم تعني العراف وهو اسم له دللاته في العهدين القديم والجديد خاصة العهد القديم هذا يشيري عزيزي أن هذه الطائرة تعرف ماذا تقوم به لأنها بطبيعة عملها تجسسية واستطلاعية وهي في صميم عملها الاستطلاع الإلكتروني بمعنى رصد هذه الإشارات الآتية التي تظن بعض الأدوات التي استخدمها إيران بأنها لا ترى أو لا يتم رصدها ولكنها مرصودة وهذا يتضح من خلال العمليات الانتقامية التي تتم الآن الإعلام يتلاعب الاستفزازية منتقامية أم ثأرية أم بطولية أم مقاومة بصرف النظر النتيجة واحدة النتيجة أن هناك دولة لا حدود يفترض أن يكونها فقط جيشها الوطني هناك موليشيات وتعبث يمينة وشمالا بصرف النظر عن هذا التصنيف المرحلي لأن العزيزي الآن الكل سعيد في هذا التقارب السعودي السوري والعودة تطبيع العربي السوري ولكن ماذا يعني هذا في الأمر في المحصرة هو يعني أنه لا بد من إخلاء هذه الأراضي العربية في الصميم من أي عنصر غير عربي وهذه لا عنصرية هذه تتعلق بالسيادة القضية ليست ضد إيران في البعد الحضاري أو العرقي كذلك بالنسبة للتركية الاعتداءات سواء كانت إيرانية أو تركية على العراق أو على سوريا واحدة لأنها تخل بمبدأ واحد في القرونة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر